انا الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمارنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر عباده بالتقوى فيقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبرلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية من قضايا القرآن وهي التسبيح في القرآن وتكلمنا عن دلائل عظمة التسبيح وقلنا أنه أول ذكر أشار القرآن إليه كما في سورة البقرة وأنه الذكر الذي اختاره الله لجميع المخلوقات وأنه ذكر الملائكة وأنه الذكر الذي أمر الله الجبال والطير أن تردده مع داود عليه السلام وهو الذكر الذي طلب موسى من ربه أن يبعث معه أخاه هارون نبيا ليعينه عليه وهو الذكر الذي هو غاية من غايات إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذكر الذي اختاره الله لنا في أشد لحظاتنا قربا منه فإنا نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى ونقول أيضا في الركوع سبحان ربي العظيم وهو الذكر الذي غير القدر كما في قصة يونس عليه السلام كما قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فمنع بالتسبيح أن يمكث في بطن الحوت إلى قيام الساعة وأعطي إفراجا مفاجئا وهو التسبيح الذي يصنع المستحيل فحينما أمسك الله لسان زكريا عليه السلام عن الكلام لم يمسكه عن الذكر وعن التسبيح بالذات كما قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران واذكر ربك كثيرا هذا تعميم وسبح تخصيص وسبح بالعشي والإبكار فالواو هنا ليست بمعنى العطف وإنما بمعنى التفضيل والتخصيص ولم يبقى لنا إلا أن نتكلم عن شيئين اثنين الشيء الأول كيف نسبح إزاي أسبح هل التسبيح الذي أقصده يعني أن ينطلق اللسانه بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والأكبر لا إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورد نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي نعم هذا سيقال وهذه كلها صيغ صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة ولكن التسبيح الذي أقصده لا بد أن يسبق بخطوة يعني لما تجد تتأمل الآيات التي تتكلم عن التسبيح في القرآن تجد شيئا مشتركا بينه وهو قبل التسبيح غالبا في القرآن يتكلم الله تبارك وتعالى عن قضية من قضايا الخلق فمثلا في سورة آل عمران آخر السورة وكلنا أحفظ هذه الآيات قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب لأولي العقول من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض طيب إيه اللي حصل بعد التفكر به إيه اللي بيحصل بعد التفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ثقنا عذاب النار فالقلب لن يلهج بالتثبيح ولن تتذوق طعم التسبيح إلا إذا سبق التسبيح بالتفكر في خلق السماوات والأرض فالمتفكرون في خلق السماوات والأرض هم أكثر الناس استشعارا للذة التسبيح حتى في الحياة العادية لما حد يشوف موقف غريب أو آية من آيات الله عز وجل في كونه مثلا في الشتاء حينما نرى الرعد هذا المخلوق العظيم الذي يقذف الرعب في قلوب الخلق ويحبس في بيوتهم من هوله والشدته يسبح بحمد الله تبارك وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته متى نسبه حينما نرى السماء قد تلبدت بالغيوم حينما نرى المطر وهو ينزل وحينما نرى النباتة وهو يخرج من الأرض بهذه الكيفية العجيبة ولكن المشكلة الخطيرة جدا 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 والتي سنحاسب عليها عند الله تبارك وتعالى أننا نتعامل مع مكونات هذا الكون على سبيل الإلف والإعتياج يعني إيه الواحد فينا نزل إلى هذه الحياة ولما يعقل يعني يرى شمسا يرى قمرا يرى ليلا يرى نهارا يرى كواكبا يرى نجوما يرى مجرات يرى زروعا وثمارا وحيوانات ويمر عليها كما قال تعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هذه الجوارح خلقت لوظائف كما قال تعالى وَلَقَدْ ذَرَاءْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لماذا يا رب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها لا يستعملون في فقه الوحي لا يستعملونها في تفهم الوحي وفقه أي فهمه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها مش عندهم صمم يعني لأهم بيسمعوا من ناحية الحسة ولكن لا يوظفون هذه النعمة العظيمة في السمع الذي ينبغي أن يكون لآيات الله تبارك وتعالى ولله والرسول وللطيب من الكلام ولهم أعين لا يبصرون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يرون الكون قد امتلأ بالآيات من حولهم ثم لا يعملون أعينهم في النظر والتفكر في هذا الخلق العظيم ولهم آذان لا يسمعون بها ماذا قال الله عنهم؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أيضا أعطيك مثالا آخر على أن التسبيح يسبق بقضية من قضايا الكون والخلق في أواخر سورة ياسين يقول الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفات فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين هذه الآيات كما قال ابن عباس نزلت في العاص بن وائل أخذ عظم من البطحاء منطقة بمكة ففته بيده يعني فتته لحد ما بأت راب وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه بعدما أرى يعني أنت بتدعي أن الله تبارك وتعالى هيحيي هذه العظام ويكون هذا المخلوق الذي صار ترابا حينما يبعثه من القبر بينادي الساعة مرة أخرى قال نعم يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار العاص بن وائل ده نموذج من نمازج عدم التفكر في خلق السموات الأرض هذا النموذج عطل جوارحه عن وظيفة التفكر في خلق السموات الأرض ولو كان بيستعمل جوارحه بشكل صحيح ما كانتش هيسأل السؤال ده لأن السؤال ده والقضية ده والإشكال ده الإجابة موجودة عليه في آيات كثيرة في خلق الله تبارك وتعالى لذلك يرد الله عليه يقول ما يحيي العظام ويارميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق أنت لو بتفكر ما كنتش هتسأل سؤال زي كده وما كانتش قضية البعث هتعمل عندك إشكال لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاك من الأدلة الآلاف على إمكانية حدوث البعث وأنت بكيفية خلقك آية من هذه الآيات كيف؟ يقول الله فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان كيف خلقه الله وكيف خرج إلى هذه الحياة خلق مما إن دافق يتدفق من صلب الرجل إلى رحم المرأة يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر سبحان الله هذا قانون من قوانين القرآن يسمى الاستدلال بالبدأة على إمكانية الإعادة يعني 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 يا العاصة بن وائل ويا كل ملحد ويا كل منكر لقضية البعث تعال فكر انظر في كيفية خلقك وإيجادك في هذه الحياة كيف أوجدك الله تبارك وتعالى من ماء يتدفق من صلب أبيك إلى رحم أمك سبحان الله العظيم ماء يعني سائل زي أي ما يعني يشكل الله تبارك وتعالى منه مخلوقا عظيما هائل القدرات مليارات الخلال عصبية وتركيب العين الدقيق والأذن والسمع والبصر والأوعية الدموية والأجهزة الداخلية للجسد سبحان الله تشوف كام طبيب يتخصص في عضو واحد من الأعضاء يعني مثلا العين هتلاقي مثلا آلاف بل ملايين الأطباء متخصصين بس في عضو واحد من الأعضاء وكلهم بيكتشفوا جديد وكلهم بيبتكروا وسائل للعلاق ده حتى سبحان الله أطباء البطنة في دولة من الدول قعدوا يفكروا كده ونقول يعني احنا عايزين نصنع مثلا معده يعني تشابه المعدة التي خلقها الله تبارك وتعالى قالك عشان نصنع معده كالتي خلقها الله تبارك وتعالى محتاجين أجهزة بحجم قرية صغيرة في شيء واحد مادام شيماء عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مادام شيماء اتفضل انا دلوقتي يا شيخ جزي فيها بط 1100 اه وحماية بتاع 12 4000 اه فهي يا شيخ المصمم انه هو لأيما تاخد منه فلوس ان عادة شقة بالاجار وبادفع مية وبادفع نور وجر يعني بادفع 400 جن اجواء لأيما كده يا شيخ لأيما يديها فلوس من اللي هو بياخدها من الاب لأيما توعد تدع عليه وتحزن فيه للمعنى انا ممعيش عيال اصلا فبالله عليك بتاعلي ان انا ربنا يرضوني بالذورية الصالحة اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقك بالذورية الصالحة وان اعني اقولك نصيحة ان شاء الله بس بعد ما نجيب على السؤال ان شاء الله ماشي انا ما حضرتك بس اقولك حاجتين فضالي فدلوقتي يا شيخي لما ابتدعلي ده كده هو بيشيل زنب هلالي بتشيل زنب هي الفلوس مش مقضية صراحة ده هو كله 1100 فراح ربنا فبندفع 400 جنيه وبنعيش بالبال بندفع كمان نور والمي والغيب فحاجت بقى كده ايه بحرام طيب بص يا سيدة شايمان قولا واحدا هو يبرها على قد ما يقدر لعله يكلف الله نفس اللي وسعه على قدر طاقته ويحسن في معاملتها اما اذا خرج الامر عن الاستطاعة مش قادر يعمل اكتر من كده والدته بالطلبه باكتر مش قادر يعمل اكتر ودعت عليه فهذا اعتداء منها في الدعاء والله اعلم هذا النوع من الدعاء لا يجيبه الله تبارك وتعالى لانه فيه اعتداء وظلم كبير طيب اسأل الله تبارك وتعالى ان يرضوك الزريات الصالحة يعني ولا تغفلي عن الاستغفار ابدا كما قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسي السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال مش بمال بس بجميع صنوف المألم والمال ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار لا تغفلي ابدا عن الاستغفار اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزوكك الزريات الصالحة انت وكل المحرومين طيب فقلنا ان العصر بنوائل ده نموزج من النمازج التي عطلت جوارحها عن التفكر في خلق السماوات الارض طيب وكنا نتكلم عن كيفية خلق الله تبارك وتعالى وما في ذلك من الايات العجيبة فلينظر انسان مما خلق خلق مما اندهت يخرج من بين الصلب والترائط انه على رجعه لقادر يعني اللي خلق بهذه الكيفية العجيبة التي ترونها بأعينكم والتي نتجتم انتم عنها وكنتم نتاج هذه الكيفية قادر على احيائه بعد الموت مرة اخرى قال تعالى ويقول الانسان اذا ما ميت لسوف اخرج حيا بيتعجب اشكالية عقلية هموت وادخل القبر وبفعل الزمن يعني اصيره ترابا معقول اننا جسدده هتشكل في الاخرة من هذا التراب مرة اخرى واصبح انسانا كاملا بينادي الساعة طيب ايه العجيب في كده ما فيش مبرر للاستغراب طيب فكر في كيفية وجودك انت في هذه الحياة لذلك والله يا اخوة الملحدون هم اضعف الناس عقولا يعني الناس بفكر ان الانسان خلاص بقى بيلحد وينكر الايات والاحاديث ويعتدي على الديانات او على الدين الاسلامي وينكر الاديان انسان مسقف ذك بالعكس هذا انسان ضعيف العقل جدا 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 لان كل ذرة من ذرة الحياة تشهد بكذبه وتكذب عقله وفكرة فما العجب ويقول الانسان اذا ما ميت لسوف اخرج حيا فيقول الله عز وجل اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا اولا يذكر هذا الانسان ان الله تبارك وتعالى اوجده من العدم وخلقه مما لا شيء فما الصعب على الله اذا اذا صار الانسان ترابا الا يقدر تبارك وتعالى على اعادة تشكيله مرة اخرى ولا اديك مثال هو ان مهندس مبتكر مخترع اخترع جهاز بتفاصيل دقيقة فيه مثلا 3000 قطعة وجاء واحد مسك الجهاز ده دمره وخلها تراب المهندس ده ما يقدرش يعيد تركيب وصناعة هذا الجهاز مرة اخرى الجواب المنطقي هقدر هذا هو الاخترعه هو الى اوجده فبالتالي يعني يحفظ طريقة ايجاده ويحفظ تراكيبه وبالتالي يقدر على اعادته مرة اخر اعود فاقول اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم يعني الذي خلق السماوات والارض بهذه الصفة العظيمة التي يراها كل انسان أليس هذا الاله العظيم بقادر على ان يعيب خلق السماوات والارض مرة اخرى واذا كان قادرا على اعادة خلق السماوات والارض ما الانسان بالنسبة لخلق السماوات والارض كما قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون طيب أنت يا إنسان يا ضعيف ألا يقدر الله تبارك تعالى على أن يعيد تشكيلك مرة أخرى بين يدي الزعاة بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اسمع باه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع شفت التسبيح كيفين باه جاء بعد قضية قضية الخلق أستاذ مصطفى من القاهرة طيب أستاذ مصطفى السلام عليكم أسمعك يا أستاذ مصطفى يا أهلا وسهلا أسمعك تفضل طيب خلاص خطع الاتصال طيب خلاص ماشي شفت بقى التسبيح جاي فيه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يبقى التسبيح عشان يخرج من القلب خروجا بنبض وبإحساس وبلذة وبدمعة لابد أن يسبق بالتفكر في خلق السماوات والأرض عندها يخرج التسبيح من القلب بكامل اللذة وكامل الشعور والإحساس طيب يبقى لنا أن نتكلم عن جوائز المسبحين المسبحون لهم جوائز وهدايا وعطايا من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة التسبيح ذكر والذي يكثر من التسبيح يدخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا مدح من الله تبارك وتعالى لمن يذكرونه كثيرا التسبيح من أعظم أسباب رفع القربات والمحن وتفريج الشدائد عن أهلها وشفاء الأمراض وقد ذكرنا قوله تعالى في آخر سورة الأنبياء عن يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني نجى الله تبارك وتعالى يونس بالتسبيح أنا مقترن بالتوحيد وهذا أفضل أنواع التسبيح أن تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم بس مش هو الوحد أسلنا ما نتكلم مع بعض نسأله يا أخي الله تبارك وتعالى نجى يونس بالتسبيح يقول لك بس هذا نبي وهو جديد باستجابة الله له ولا درجل صالح ولا صحابي ولا عالم من العلماء الأدقية المخلصين فاستجاب الله وتبارك وتعالى ما شأني أنا اسمع ماذا قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم طيب الغم بس أنا مش عايزك تستصغر الغم أوكي فاصل ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله الحمد لله مدام منا معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك لك يا رب وديك الشيحة وخليك يا رب الله يحب سأل حضرتك على من خاف مقام ربي جنتين وإن أنا لما بتعامل مع الناس يعني دايما باجي على نفسي عشان ما مظلمش حد أو دايق حد ولو دايقت حد طولي ليه لعوز علانا لو يعني حد دايق كلمني كلمة دايقتني وطريت أرد عليه عن التراك وياسة برضو مش بها دايق وجامل أعوض ضمري أن نبني بتعمل زي خيبنا عمر لما باي حسيبه أمشوفكم قبل أني حسيبكم الله حاضر حاضر يا أستاذ مينا حاضر حاضر طيب أحد الإخوة المتصلين كان محتاج توضيع بسيط كده باللغة الدارجة السهلة كده للجزئلة خلال اللي كنا تكلمنا فيها طيب بعيدا عن اللغة العربية الفصة إنا كنا بنقول حتى ينبع تسبيح من القلب لابد من التفكري في خلق السماوات الأرض عشان تسبح من جواك كده لازم تفكر في خلق السماوات الأرض حاجة تخليك بشكله مستمري تتعجب وتسبح وده اللي بيحصل لما بنشوف ولادة حيوان أو بنت مصطفى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى لا صلحتها فضلت ما معلك آية الصورة تقول إن شر الدواب عند الله السم والبكمة الذين لا يعقلون نعم إن كانت زوجتي منزول السم والبكمة وانفصلنا بسبب أشياء كثيرة يعني قد لوقت أنا رابب أصلي ختم القرآن فعايز أعرف تفسير آياب معينة هذه الآية في سورة الأنفال نعم تمام أردت وبعد كده لقيت نفس الآية بتقول إن شر الدواب عند الله لهم الكافرين يعني متشابهات في سورة الأنفال برضو إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عدم في كل مراتهم لا يتقوهم نعم نعم طب بالنسبة لشر الدواب ما معنى تشر الدواب وجيبك إن شاء الله يا أستاذ مصطفى أبشر أبشر الله يخلي كفر بارك الله فيك ربنا يحفظك ويبارك فيك هنوضح جزئية بسيطة كده إن شاء الله ونجيب عن الأسلعين لنتأخر عنكم فقلنا عشان تسبح لازم تتفكر بشكل مستمر في خلق السماعة والأرض لأن لما تتفكر في خلق السماعة والأرض حواليك ألاف من الآيات الكونية التي أوضعها الله في الكون تخليك تتعجب وتسبح بشكل مستمر خلاص؟ طيب قلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر التسبح إن التسبح جاء في سورة ياسين في آخر سورة ياسين بعد الكلام يعني عن قضية من قضية الخلق وقضية البعث يعني إزاي واحد كافر بيتعجب بيقول إزاي الإنسان هيدخل القبر هيبقى تراب وربنا يحييه مرة أخرى بيستصعب كده الإنسان ده لو بيفكر أصلاً وبيستعمل عينيه وودانه وقلبه وبيبص لكون حاوله مشا يستغرب لأن اللي خلقك من ماء يعني يخرجه من صلب الرجل إلى رحم المرأة أم ملك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم ملك تفضلي أسمعك لو سمحت يا شيخ أنا على طول تعبانة وعلى طول أخرج من حاجة أخش في حاجة يعني أتعد من حاجة أطلع من حاجة يعني يعني متعرفت إيه هو ربنا كده غضبان علي ولا إيه؟ ماشي حاضر أنا لست صغيرة عند 32 سنة ماشي يا مملك حاضر أجيبك أبشيري لا ما فيش غضب ولا حاجة إن شاء الله أبشيري خلاص فبيتعجب فلو استعمل تفكيره بس ويعني فكر إزاي ربنا أوجده في الدنيا مش هيسأل سؤال زي كده ومش هيستغرب فمن الحاجات اللي الإنسان يعني يطيل التفكر فيها ويتعجب منها وتخليه يسبح يعني إزاي جه للدنيا دي تفكر أنت يا ربنا خلقك إزاي إزاي جيت للدنيا كيف أوجدك الله بهذه الطريقة؟ وبنفس الطريقة ربنا يحييك يوم القيامة خلاص أرجو أن تكون المسألة وضحت يعني نجيب على الأسئلة الأستاذة منا بتقول ما بزعل من حد يعني ما بحبش أزعل ده كويس الإحساس بالناس يا هبة عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة هبة أسمعك تفضلي بس أنا التثبيح اللي انت بتتكلم في التثبيح في القرآن وانا عارفة يعني اللي انت تبحانك اللي كنت من الظلمين دي من أفضل أنواع للتثبيح للواحد دايما لألف طب لو الواحد ديودان يقولها مثلا حوالي ألف مرة في اليوم بس ما فيش استجابة من ربي ماشي؟ وبيقولها البنية بردك البكاء بالعياض بعد الصلاة في أوقات الفجر وكده فدي ليه ليه عدم الاستجابة يعني مش مش ده طبعا مش اعتراض على ربنا لا لا أفهم أفهمك أفهمك يا أستاذة هيبة ربنا يبارك فيك حاطر طب انت سؤال تاني لو سمحك تفضلي طب فيه آيات في القرآن مثلا يعني يسير لما قرأت لها طب فيه آيات هل فيه آيات لو فيه مثلا بنسمع شوك بيجو عالقنوات اقرأ آية كزا علشان ربنا يعلق بينك وبين أختك لو انتم في مشكلة آآ اقرأ آآ يعني آية كزا علشان مثلا ربي لا تنذرني فردا علشان انك انت ممكن تخلق هل كلام ده لي صحة في القرآن تي دلالة لي ولا اللي انا اعرف ان هي سير الحديث لها ضعيف ده اللي انا عارفين صحيح وكل اللي انا عارفين من صورة صورة البقرة وصورة الامران آآ دي لها فضل ان هي بتمنع السحي وكلام من ده طب اللي بيقعد يقول مثلا في احدى القنوات تبين عشريت عندهم آآ اقرأ صورة الفتح بنيت ربنا يفتح لك الرزق اقرأ صورة المشراح الصبح وآخر النهار اقرأ ايت بفرسي اقرأ اخر ايتين ثلثي ايه على احدى القنوات الدينية مش عايزة اسميلا ايه هل الكلام ده لي صحة؟ بس انا عايزة اعرف الدلالة هل انا دلوقتي لو انا زعلانا مع جوزي هل في اية معينة ان انا عقد اقراها وعشان جوزي ربنا يجي لي بس شكرا انه عايزة حدر ماريام اهلا وسهلا زكا استاذ ماريام كيف حالك؟ الحمد لله بخير الحمد لله اسمعك تفضلي بس اقول لحضرتك انا متجوزة بس تحماتي واخت جوزي على طول عاملين لي مشاكل معجوز ومش عارفة مش عارفة رضيهم ازاي وانا زهقت همم ايوه استاذة ماريام ماشي طيب نجيب على الاسئلة الاستاذة منا بتقول انه لما ازعل من حد بحسة تقنيب ضمير شديد ولوم شديد يعني بص يا استاذ منا ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ده شيء كويس جدا ان يعني الاحساس مع الناس والحرص على يعني تطيب خواطر الناس وان احنا ما نزعلش حد ولم نزعل حد نفسنا بتلومنا ده كويس ما لم يصل الى حد المبالغة يعني ما تعديش تكلف نفسك كتير او تلوم في نفسك كتير خلاصي موقف انا زعلت حد حاسس ان انا زعلته خلاص بلوم نفسي طب بلوم نفسي ايه طريقة الحج رجب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحج رجب اسمعك ربنا يبارك فيك كيف حالك يا حج رجب الحمد لله وتحياتي لاحسن فريق اعداد وبصراحة ومشاهدين جمال والله فريق ربنا يبارك فيك يا حج رجب تفضل الحمد لله يبارك فيك عندي سؤال يا شيك بالنسبة عاوز اعرف ملة الشيعة نعم ملة الشيعة الملة بتاعتهم بالظبط اه ملتهم بالظبط الشيعة وليه بيظهروا في بعد الاعلام يعني مفروض دورة ما يظهرواش طبعا في الاعلام بتاعنا خالص مم ولا ممكن لو ما الحمد لله ما ملهمش وجود في الاعلام بالنسبة المصري يعني فانا عايز اعرف لكن ملتهم ايه بالظبط مم ياريت يا شيخ والله ايه ايه ان شاء الله ايه ان شاء الله دواب عند الله الصم والبكم والذين العقلون حاشا لله ان يكون مقصود بالآية الناس اللي ربنا بتلاها بالله الصمم او الناس اللي عن البكم او الناس مثلا المجانين الذين العقلون هذه الآية بتتكلم عن الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى الناس اللي ربنا ادها عنين وقلب واذن وعقل وتفكير وما بتستعملوش في الوصول للإيمان ما بتشغلش ادمخة صح عشان توصل به للإيمان ولكن مش مقصود به الناس اللي ربنا بتلاهم بالصمم او الناس البقم او الذين لا يعقلونهم المجانين هذه الآية لا تقصده نختم طيب كنا تمنى ان نجيب عن كل الاسئلة ولكن للأسف يعني وقت الحلقة لم يسمح ان شاء الله هذه الاسئلة ان شاء الله طابعونا في الحلقة المقبلة نجيب عنها ان شاء الله اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني وايكم المسبحين حقا وصدقا كما يحب ربنا ويرضى وما تنساش تتفكروا تنسوش تتفكروا في خلق السماوات والأرض تسبحوا بشكل مستمر بكل صيغة تسبيح اسأل الله تبارك وتعالى ان يكفيكم ما اهمكم من امور الدنيا والاخرة وان يصب عليكم الخير صبا صبا وان لا يجعل عيشكم كدا كدا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة